السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحل مع بعض اول حاجة لما نلاقي كلمة حرف ناسخ لازم يجيب بالنا ان وان وكأن ولايته ولعل نشوف القطع هنلاقي في عدة امثلة للحرف ناسخ في البداية في السطر الاول ان الريفة المصري يعتبر المصدر الرئيس للحياة وبرضو هتلاقي في القطع لان الريف مزرعت المدينة وحتلاقي برضو لان المدينة بهرت الناس ثلاث حروف لان يلا نبدأ بالحالة الاولانية اللي هي ان الريفة المصري يعتبر الاسم انه هو الريف ويعتبر المصدر الرئيس هو الفعل هو الخبر والخبر هنا جملة فعلي ممكن في بعض الاسئلة يقولك ايه وضح نوع الخبر طبعا هتقوله يا اما خبر مفرد او خبر جملة لان الريف مزرعة المدينة الريف هنا اسم انه ومزرعة المدينة خبرها والخبر مفرد لان المدينة بهرت الناس المدينة هي اسم انه وبهرت الناس هو الخبر والخبر هنا جملة السؤال الثاني اذكر جمعا اوضح نوع الجمع او لما تلاقي كلمة جمعا افتكر القعد الجمع يا اما يكون مذكر مؤنث او جمع تكسير وجمع تكسير ده لا مذكر ولا مؤنث جمع المذكر جمع مذكر سالم مؤنث مؤنث سالم يعني ايه مذكر سالم ومؤنث سالم جمع المذكر السالم افتكر اليابان وعملة اليابان وعملة اليابان الين كلمة ين الياء والنون تمام الياء والنون لما بنقول ايه المسلمين المصريين السوريين اللبنانيون اللبنانيين فيها يهو نون تمام وما تنساش في الانجليزي بدنقول وين يعني انتصر وبرضو حط في بالك يبقى وين وين هو الايه جمع مذكر سالم وين وين مسلمون لبنانيون سوريون فلسطينيون وهكذا يلا نروح للقطع هنلاقي اتجه المثقفون المثقفون في اخيرة ايه وونون نكرها وونون عايز هنا جمع يقول لك ايه جمعا ووضح نوع في القطع فيه جمع تكسير كتير يلا عد معا وشوف معا هنلاقي الشوارع والعمارات والاضواء والحقاق الشوارع والعمارات والاضواء والحقاق الشوارع فيه وونون او ياء ونون طب فيه الف وته ايش معنى الف وته لان الف وته دي المؤنث السال لما بنقول مسلمات صالحات قانتات عابدات خاشعات الف وته على النساء يبقى الشوارع مفهاش لا الف وته ولا فيها وونون او ياء ونون بنقول شوارع مفرطها شارع اضواء مفرطها ضوء حقائق مفرطها حقيقة فيه جزئية مهمة عايز اقول هلكم ممكن يجيلكم سؤال يقولك ايه ان الريف المصري يعتبر المصدر الرئيس للحياة ادخل كان وغير ما يلزم ادخل كان وغير ما يلزم واظبط اخر الكلام هنقول كان الريف المصري كان الريف المصري يعتبر المصدر الرئيسي للحياة وبرضو يجيلك جملة ان الريف مزرعة المدينة يقولك ايه ادخل كان وغير ما يلزم واظبط اخر الكلام هتقول ان الريف مزرعة المدينة هنقول كان الريف مزرعة المدينة كان الريف مزرعة المدينة انما لما بتدخل كان بنقول كان الريف المصري ايه الفرق يعني ان كان وان ان بتدخل بتعمل تغيير بتخلي اسم اللي بعديها يكون منصوب اسم ان بيكون منصوب وخبرها ايه مرفوع كان بتخلي اسمها بتخلي الاسم ايه مرفوع والخبر منصوب اطلخبطنا ووضح لنا اكتر يا استاذ بص تنطق معايا ان انا لايت لعل كأن اخرها ايه في فتحة وانت بتنطق يبقى في فتحة طالما امسك في الفتحة دي وقل لنفسك البداية فتحة والنهاية ايه ضم فتحة وضم يبقى مرفوع منصوب بالفتحة مرفوع بالضم ده اسمها وخبرها يبقى الاسم منصوب بالفتحة مرفوع بالضم ليه بداية فتحة وانهاية ضم بداية فتحة وانهاية ضم تقول لايت لعل في الاخر في ايه فتحة كان بقى العكس بيبقى الاسم اسم كان بيكون مرفوع وخبرها منصوب راح هنا لما يقولك ان الريف المصري مزرعة مزرعة المدينة حنقول كان الريفو وتحط على الفا ايه ضم وكلمة مزرعة هتحط فتحة مزرعة يبقى كده عرفنا وخدنا مع بعض مراجعة بسيطة وعرفنا فيها الحروف النسخة والأفعال النسخة والجمع وأنواعه من مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته